السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكون ألف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتتمنوا نهارة جاييني تكلم عن انقلاب الرحم مشكلة كبيرة جدا بتحصل للطيور بيعني بتنتج عن أخطاء في التربية وهي طبعا حبارة عن ان في جزء من قناة المبيض بتخرج من فتحة المجمع وغالبا دا بيحدث في الدواجن اللي وزنها زايد ويعني بيبقى عن زيادة حجم البيضة كمان يعني بيبقى وزنها زايد أكتر من حجم البيضة وده طبعا ليه أسباب كتيرة جدا وهنتكلم في الأسباب دي وهنتكلم إزاي ممكن نتخلص من المشكلة دي بالتفصيل لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ديك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول أول سبب وهو أشيع سبب ليه مشكلة انقلاب الرحم هو زيادة حجم الدجاجة زيادة ملحوظة اللي هو السمنة تمام؟ إن الدجاجة يبقى فيها دهون وتبقى يعني إيه؟ بعيدا عن الدهون يعني ده حاجة تانية هنتكلم فيها لكن تبقى وزن الدجاجة وزنها لما تيجي توزنها أو لما تيجي تشيلها كده تلاقيها تقيلة أكتر من المعتادة ده أول سبب ممكن يؤدي إلى انقلاب الرحم تاني حاجة بقى أن يكون فيه دهون في جسم الطقر وده السبب الأوضح والسبب الثاني على طول يبقى فيه دهون بكثرة في الجسم خصوصا طبعا عند إيه؟ المنطقة بتاعة المبيض ده طبعا بيعمل إيه؟ بيعمل إضعاف للعضلات المحيطة بفتحة المجمع تمام؟ كل الحاجات دي بتؤدي إلى نفس النتيجة وهي إيه؟ هي أن برضو يحصل انقلاب رحم في الدجاجة ويخرج جزء من قناة المبيض من فتحة المجمع تمام؟ فيه برضو من الأسباب الشائعة زيادة حجم البيضة نفسها ده لي بقى؟ لما حجم البيضة يبقى زيادة لما تيجي تخرج من مخرج البيض ده بيخلي فيه دم مع الخروج لأن طبعا المكان مش على قد البيضة فالبيضة بتطلع بصعوبة فبتعمل احتكاك كده وبتعور المكان المكان بيتفتق كده وبتعور وأول ما بيتعور ده هيؤدي بشكل سريع جدا إلى انقلاب رحم ليه بقى؟ لأن الدم ده بيبقى ظاهر عند فتحة المخرج وأول ما الدم يظهر على طول تلاقي بقى الفراخ وبقى الطيور اللي عندك والديك وكله قاعد وينهاشوا فيه الطائر اللي دمه طالع أو اللي دمه ظاهر زي موضوع بالزبط البيض لما بيتكسر ياكلوه برضو الفرخة لما بتتعور عند فتحة المجمع بيروحوا ياكلوها وبيعوروها أكتر لذلك من حاجات المهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان احنا ايه؟ نظبط موضوع الدم ده واللون الأحمر ما يبانش خالص لو فيه دم نمسحه ونحاول نعالج مشكلة الدم تمام؟ فمنين الاسباب زي ما قلنا ان البيضة لو هي بتطلع بتبقى البيضة كبيرة جدا واكبر من الفتحة فبتعور الفرخة في مكان مخرج البيض بتتعور فبيظهر دم تمام؟ برضو فترة الإضاءة يا جماعة وركزوا معنا في فترة الإضاءة ده من أهم الأسباب زيادة فترة الإضاءة أثناء فترة النطج الجنسي تمام؟ ده معناها ايه؟ معناها الفترة اللي بيبقى فيها النطج جنسي اللي بيبقى الديك بيكسر والفرخ خلاص على اعتب يعني ادي لها فترة بتبيض كده وعلى اعتب ان البيض يجبر والبيض بحجمه كبير الفترة دي بيبقى فيها نطج جنسي يعني الديك بيكسر والفرخة بتبيض فلما بتزود مدة الإضاءة الفرخ بتبقى صحية مدة طويلة جدا حلو وبتبقى بتاكل مدة طويلة جدا حلو جدا وكل ده بيؤدي الى ان الفرخ تتعور عند مخرج البيض برضو وتسيح دم او يحصل افتراس باي شكل من الاشكال خصوصا لو كانت الإضاءة حمرة خصوصا لو كانت الإضاءة حمرة ده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى ان الاماكن اللي يعني بيتصاف فيها الطيور تبان اكتر والدم يبان اكتر وزي ما قلنا الإضاءة الحمرة بتخلي الجلد يبان وبتخلي العروق اللي موجودة في جسم الطائر تبان وبتخلي الدم يبان اكتر وحتى لو حتى ما فيهاش دم بتبقى باينة جدا فبلاش موضوع الإضاءة تزيد عن الحد زيادة فترة الإضاءة ده مش شيء مفيد خالص خصوصا فيه فترة النطج الجنسي وطبعا الإضاءة الساطعة جدا دي بلاش منها تمام؟ ولازم نعمل نظام الإظلام اللي بيبقى في الليل لازم يبقى فيه إظلام في الليل مايبقاش طول اليوم كله إضاءة الشمس تخلص نروح نقفل عليهم في مكان فيه إضاءة ده ماينفعش خالص مع الطيور دي الأسباب الشائع طب نحل المشكلة ازاي يعني احنا مفروض نقي الطيور بتاعتنا من المشكلة دي ازاي أول حاجة لازم نتجنب كل العوامل اللي بتؤدي للظاهرة دي لأن انت طبعا صعب تعالج الطائر فكرة انك تعالجه من مشكلة انقلاب الرحم ده شيء صعب جدا بل شبه مستحيل يعني انت دلوقتي انقلاب الرحم ده محتاج عملية تتخيل انت لو بني آدم واحدة مثلا ست وعندها الرحم طالع منه حتة فدي محتاجة عملية وعشان تعمل عملية الفرخة الموضوع مكلف جدا طبعا ومكلف مجهود ومكلف يعني صداع وحاجات كتيرة يعني انت ممكن في لاخر موضوع ماينفعش وما فيش طبيب بطريقة يبقى ورايب منك علشان يعالج لك الفرخة على طول وهتصرف عليها أكتر من تمنها يعني بصراحة أنا بكلمك بصراحة ففكرة انك تعالجها ده مش شيء صح ومش شيء كويس فالأفضل انك تتجنب أصلا العوامل اللي بتؤدي إلى انقلاب الرحم زائد انك تقلل العلف اللي بتقدمه للطيور مهم جدا انك تقلل العلف اللي بتقدمه للطيور ده هيساعدك على الوقاية ضد او الوقاية من موضوع انقلاب الرحم تمام؟ وبرضو لازم نستخدم نظام الإظلام زي ما قلنا لازم يبقى فيه جزء من اليوم فيه إظلام ما يبقاش اليوم كله ايه؟ اليوم كله إضاءة وإضاءة ساطعة كل ده بيؤدي إلى تفاقم المشكلة أو حدوث المشكلة من الأساس تمام؟ وأثناء معاملة المنطقة الملتهبة بقى لما تيجي تتعامل مع الرحم اللي طالع ده او قناة المبيض المنطقة الملتهبة لازم نرش مضادات حيوية مناسبة ولازم نرش مطهرات تمام؟ ونقل بالدجاجة كده ونحاول نرجع الجزء اللي وقع او اللي طلع من قناة المبيض وندخله جوه تاني تمام؟ نحاول نرجع بأيدينا كده الجزء اللي طلع من الرحم وندخله جوه تاني ده ممكن احتمال يساعدنا اننا نعالج الفرخة من المشكلة ده وارد بصراحة وارد انك يعني واحد في المية كده ايه تعرف تعالج يعني لو في مية فرخة عندهم انقلاب راحم انت ممكن واحدا منهم تعرف تعالجها بالطريقة دي انك ترش مضادات حيوية ومطهيرات وكده وترجع الجزء اللي كان واقع من القناة القناة يعني قناة المبيض تمام وتدخله جوه تاني ومع العلاج بقى وان انت على طول تخلبك منها وما فيش حد يفترسها ولا ايه الكلام ده كده انت ممكن بعد الوقت تعالجها لكن الموضوع بالنسبة كبيرة هيفشل فيفضل الحل الافضل لما تحصل موضوع انقلاب الرحم ده لما يحصل انك تباح الفرخة وتاكلها بصراحة بصراحة لانك بالنسبة كبيرة هتصحى في يوم من الايام تلاقيها متاكلة ومتبهديلة ومفترسة من الطيور اللي حواليها وده هيؤدي بشكل مباشر الى نفوق ومش هتلحق تستفيد بيها تمام انقلاب الرحم ده مش مش مشكلة انت ممكن تباحها وتاكلها مش هتجيلك عدوى لأي شيء لانه مجرد التهاب في الرحم ده كان الفيديو بتاع النهاردة بتنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من يوتيوب بتنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور ايان كانت المشكلة وايان كان نوع الطائر ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته